تنعقد اليوم في ريو دي جنايرو البرازيلية أعمال قمة العشرين بمشاركة قادة ووزراء ومندبي الدول الأعضاء وقد وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى ريو دي جنايرو لترأس وفد المملكة المشاركة في القمة وتناقش قمة ريو دي جنايرو مجموعة من القضايا ومن بينها الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية وخاصة قضايا المناخ والبيئة ومن ريو دي جنايرو البرازيلية ينضم إلينا موفد الحدث نايف الأحمر نايف قمة في ريو دي جنايرو البرازيلية زعماء العالم هناك ومن يمثلهم على ماذا تركز هذه القمة بالجانب السياسي مرحبا ميز مساء الخير لك ولكل مشاهدي الحدث حدث استثنائي اليوم في ريو دي جنايرو في البرازيل بانعقاد قمة العشرين هنا في هذه المدينة البرازيلية التي كانت عاصمة طبعا للبرازيل كما تعرفين وبعد ذلك أصبحت برازيلية هي العاصمة أكثر من ثلاثة وثمانين رئيسا وقائدا وممثلا للدول والمنظمات الدولية المهمة وصلوا بالفعل إلى ريو دي جنايرو للمشاركة في اجتماعات هذه القمة التي ستعقد بعد ساعة ونصف من الآن الرئيس لولادا سلفا بدأ بالفعل باستقبال الرؤساء منذ وصولهم يوم أمس هناك مسائل أساسية طبعا يعني تحرك هذه القمة لكن دعينا نركز على الشق السياسي فيما يخص تعزيز مسألة السلام الدولي ونبدء النزاعات الدولية ستركز عليها كثيرا هذه القمة هناك مشاركة عربية واسعة كما تعلمين على رأسها المملكة العربية السعودية وهي طبعا إحدى دول مجموعة العشرين الفاعلة وكذلك هناك دعوات وجهت لدول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر أيضا تشارك في هذه القمة بمعنى أن هناك أهمية للشرق الأوسط وهي المنطقة التي تعج بالنزاعات والحروب التركيز أيضا على حرب غزة ولبنان سيكون حاضرا في هذه القمة محاولة إيجاد حلول سياسية وسلمية لإيقاف وقف إطلاق النار قبل انطلاق هذه القمة بساعات ميز كان هناك قمة اجتماعية هذه القمة الاجتماعية عقدت هنا في البرازيل كان هناك حديث كثير جدا على مسألة إيقاف النزاعات والحروب في غزة وفي لبنان هناك جالي عربية كبيرة من لبنان مثلا تقضن البرازيل يقدرون بالملايين فبالتالي هناك تركيز على هذه المسألة النزاع الروسي الأوكراني أيضا سيلقي بظلاله بشكل كبير يعني بعد الأخبار التي راجت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى إذن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي هذا سيعزز مسألة القضايا السياسية تعود هذه القمة من جديد ميز دائما لتؤكد أنها قمة اقتصادية ومالية في أساسها ولكن يعني ريثما تقترب هذه القمة تتحول كل القضايا إلى قضايا سياسية وجيوسياسية يصبح ربما الاقتصاد ليس المحرك الأساسي فيها بل السياسة طيب نايف ماذا عن عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض وتأثير ذلك على هذه القمة عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد بصراحة لها انعكاسات وتأثيرات كبيرة كما تقول يعني بعض التقارير والمطلعين أيضا كذلك حتى حديث هنا بين الصحفيين فيما يخص المسائل السياسية المهمة فيما يخص أيضا حتى البيان ربما الختامي ربما لن نشهد بيانا ختاميا مشتركا ربما سنشهد بيانا ختاميا هناك 41 مثلا مسودة تم الاتفاق عليها ما يستعلمين هناك 100 اجتماع عقدت طبعا قبل هذا الاجتماع على مستوى وزراء المالية والاقتصاد وغيرها عودة الرئيس دونالد ترامب ستغير الكثير من ربما رؤى واتفاقات بعض الدول في المسائل المالية والاقتصادية بشكل أكبر لكن فيما يخص المسائل السياسية مسألة معالجة الحرب الروسية الأوكرانية إيقاف النزاعات في الشرق الأوسط والتي تعهد بها الرئيس القادم للولايات المتحدة دونالد ترامب كذلك أيضا مسألة تناول قضايا ملحة من أبرزها مثلا التهديدات البحرية الدولية كما تعلمين ميز وما يحدث مثلا في بحر العرب في البحر الأحمر أيضا كذلك سيكون هناك نقاش لهذه التوترات المتصاعدة الانقسامات الدولية الصراعات الكبرى ستكون حضرة في النقاشات هنا لأنها أيضا الصراع الأمريكي الصيني الذي يأخذ دائما حيزا من النقاشات إن كان سياسيا أو اقتصاديا وفي أحيان كثيرة عسكرية طيب نايف إن كان بالإمكان أن تضعنا على الأجواء الأمنية والترتيبات الأمنية في مدينة ريو دي جنايرو كيف تسير يعني منذ وصولي يوم أمس من المطار باتجاه السكن شاهد الانتشار الأمني الكبير بالإضافة إلى انتشار وحدات الجيش على الطرقات تقدر تقريبا بأكثر من 20 ألف جندي انتشروا في هذه المدينة مئات المركبات أيضا العسكرية لا أعلم كنت تسمعين أيضا أصوات حتى الطائرات التي تحلق فوق المدينة لتعزيز الأمن في هذه المدينة التي تستضيف أهم قادة ورؤساء دول العالم الذين توافدوا إليها هناك طرق رئيسية كثيرة تم إغلاقها إيقاف حركة المرور فيها بشكل تام المدينة أصلا تشهد عطلة لمدة سبعة أيام من الأربعاء حتى الأربعاء توقف شبه تام في المدينة فقط لهذين اليومين المهمين الاستثنائيين في تاريخ البرازيل وكما تعلمين ميز عدد الرؤساء والقادة المشاركين في هذه الدول يصل إلى 84 أي أننا أمام حضور كبير استثنائي ربما لم يكن له مثيل في القمة الثمانية عشر السابقة نحن الآن في القمة التاسعة عشر فبالتالي هناك حرص شديد من البرازيل على إنجاح هذه القمة على محاولة الكثير من المواضيع الأساسية سيطلق اليوم تحالف ضد المجاعة والفقر ربما هذه مسألة مهمة تخص الشرق الأوسط وبعض كذلك أيضا الدول العربية وإطلاق صناديق يتم التبرع فيها من قبل هذه الدول لمحاربة الجوع والفقر في هذه الدول خصوصا الدول التي تشهد نزاعات مستمرة منها دول عربية أكيد السودان ستكون من ضمن هذه الدول التي ستركز النقاشات عليها كما تعلمين ميز بالإضافة للصراع الإيراني الإسرائيلي كذلك سيكون حاضرا في هذه النقاشات حسب ما تقول بعض المصادر المطلعة نايف قلت أن هناك عطلة في ريد جنايرو تعود إلى عملك بالسلامة شكرا جزيلا لك من ريد جنايرو البرازيلية كان معنا موفد الحدث نايف الأحمرية العطلة البرازيلية وليست للصحفيين ميز تعود لغرفة الأخبار بالسلامة شكرا نايف شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم